وهن بيحكولك الاجابة على مكالمة ما الذي تدروك روحك الى فعله. المال الشخص هذا بدي يتسلكم مكالمة يبعتلكم مساج. الشخص هذا بدي يحكيكم. حكمال هو بعدة عنكم او اختفائه لانه عماله بعيد العلاقة بقيم العلاقة من اول جديد لانه شايفكم الاس اف مانتكا. مشاعر من ناحيتكم بده بداية جديدة معاكم. لانه شاعر انه انتو الشيء اللي بيتمنى. فهون بلولك فيك مكالمة راح تجيب. انت شروحك تحكي لك هل انك تجيب عليها او لا. هي طبعا برجع لك. لانه حاس العلاقة هاي كانها ماتت انت يعني بده تم احياءها من اول جديد. وشايفة هيك. ان العلاقة هاي ماتت يعني فيه الشخص هذا. يمكن ان تكون فيه ارتباط فيه زواج. واحتمال هذا الشخص فيما الحواجز او بتباعد بعيد العلاقة من اول بجديد. بعيد نظرته للعلاقة عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد لرجوع لكم. لانه انا حاسة انه الشخص كان اا متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. هنا نشوف. والنصيحة لك يا برج بالبسط. بس هم بيحكولك انه فيه مكالمة جايدة. حضر حالك لها. الشخص اذا رح توصلي معاك يعطي الانترنت. مساج. اي شيء انت على العلاقة. اه هون بيحكولك بيس. اه السلام يأتي من تذكر ان الحب فقط هو حقيقه. اول طرعنا برج فيك الاسرطان اعتقد. بس هون اذا لك تحس السلامة داخلية تتاكد انه الحب حقيقه. مش انه مسلا خرافات او خداعات او. يمكن انت بتعيد نظر في العلاقة. هو بليد كمان نظر في العلاقة. يعني اعادة ذكرية اعادة ماضي. اه طاقة الشخص هذا الشخص هذا اما اتشافه من شيء او الشخص هذا مستقر. مستقر يمكن فيه زواج. الشخص هذا يمكن عايش في العشر كبات. اه الشخص هذا اعتقد انه هي متزوج او هو بيجهز نفسه لانه هو جاي متشهر اليكم وهو شايفكم اه يعني شخصيتكم شايفكم اللي هيرفنت. معلات الشخصة لانه هو زواج. شايفكم انكم انتم تصلحوا كزوج. ازا انتم مش في علاقة. ازا جاب هو في علاقة او متزوج فهو هي بنفصل عن هيا العلاقة او جاب لكم عرب اللي هو تكونه طرف اخر في العلاقة. خلينا نشوف شو الكروت بيحكوه لنا. نشوف ليش هو في الطاقة هاي. هو بقت الاستقرار مستقر هادا الشخص متجمد حاليا عفكرة الشخص اللي براقب الاحداث من بعيد. عفكرة الشخص اللي بيرابط من بعيد بس انت مش مدرك ان هذا الشخص بيرابط. وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته اليك. وهو حاسك انك انت كل مالك بتزيد يعني عز يعني كل ما ابعل عنك هذا الشخص انت بتزيد نجاحات وطموحات. وهو شافك انك انت كمان اه احتمال انك انت بعد ما تركك هذا الشخص استقريت اكتر. وهو شافك مستقر. فهو شاعر بلاستقرار من حياتك. انا الشخص هادا حاسك ان شافك انت مستقر تستقر على هواتك. احتمال الشخص اللي بتبعض عنك وتزوج دخل طرف اخر اه او استقر في حياته. لكنه الغريب انه هو شافك انت بده فرصة وبداية جديدة معاك. شاعر انه بده بداية معاك. شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هادا يمكن تشافه طلع ممكن من نكسة اه يعني صحية. اه طلع من ادمان معين. اه ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر. وبعدين هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هادا العمل انه يتجه لك. لانه الشخص اللي متجه اليك. شخص اللي شافك اه حاس انك انت يعني كل الخير وجه الخير. وشافك انك اه شخص ناجح. ناجح جدا جدا. وشاعر انه هو لما تعرف عليك غير غيرت له كل حياته. غيرت له حياته طبعا للافضل. لانه هو شافك انك انت انت فرصة. هو تعرف عليك وشافك فرصة. فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شاف انه انت اه الشخص اللي كل ما يطلع عليه بيحسه انه اه فالشخص هذا حاسس انه مستقر او يجالس نفسيا انه يقدم لك فرصة او عرض ما لانه شخص ده بده يتسمك. الشخص هيدا حاسس طاقته اه فيها سعادة. هو سعيد يعني مستقر هو نفسيا مستقر. فيه شيء هو اه تركه انتفصل عنه شيء بتغير في حياته. هو نفس الشخص هيدا لو انا شفت منه الكروت هدول العكس او انه مسلا شافك ابتعد ابتعدت رحالة عنه. يمكن احكي انه خلص استقر اروح لحياته. لكن هاد الشخص شافك انه انت الفرصة وانت الامرس وانت الهارفينت وانت ثلاث كؤوس. فمش قاتل اشوف القراءة انه الشخص انا متزوج. حتى لو كان هادا الشخص مستقر في زواج. فالشخص انا بتقيك برضو انت. بس الشخص هادا يمكن نجح في مشروع. النجح في التخلص من ادمان معين. اه عشان هيك تباعد عنك. مختفي. الشخص هادا. فيه شيء هو غير. فيه شيء جدد طابطة. اه تعد لحتى يقيم العلاقة من اول جديد. فالشخص هادا شاعر انه بده فرصة معه. هو شاعر انه انت جميل جدا هو مجادب لك هذا الشخص. هو حسك انك انت فرصة. هو حس ان هو كأنه بده يسترجعك. يسترجعك لحياته. لانه حس ان انت شخص لا تعوض. فهو شافك يعني شخص ممكن انت مرتاح مديا وهو مرتاح مديا يعني هو شخص مرتاح مبدئيا عندي في الطاقة هو مرتاح مديا. او يعني لو مش مسلا اه مش الشرط انه تكون الطبقة عالية. لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك. وشعر انه انت شخص اه عامل مجهود كبير في عملك. وناجح. انت شخص ناجح. بالنظرة انت شخص ناجح. وشخص جميل جدا وجدد جدا وهو زي حاس انه انت فرصة سعيدة في حياتك بس ما حكيت لك. والشخص اده بحبك جدا عمفكرة هو متجهي اليك. وفي مكالمة منه اه انتظره. ولكن احتمالك انت يا برج الاسد انه انت محتاجش فيك. يمكن انت اه انت بتحمل هاد الشخص لكن مع قفلة اه قلب. يعني قفل قلبك عن الحب. فا احتمال انه انت اه اه الشخص اللي شافك انك مسلا ما بدك ترجع له. فزاد شغفك. اه عفوا زاد شغفه اليك. شافك شخص اه اه يعني بالهارفينت. شافك شخص يعني جامد نوع يعني اه شخص احكي لك كيف. شخص انت عارف شو بدك. وانت عفكرة صريحة موقع التواصل امكان. انت عندك مسلا بتلقي الكلمات اه مسلا عندك اه خلينا اشوف اكتر. الشخص ده شكله يعني بدك بشدة. خلينا اشوف. وليش شافك اللي اسفلتان تكل كلم? الشخص ده بحقك. وبده تسامح. بده تسامح الشخص. الشخص يده اغير بنفسه. يمكن عزبك لكتير يا برج الاسد. وحس انه هو غلبك في العلاقة معي. وراح اغير نفسه وبده يرجع يتجي اليك. خلينا اشوف. ممكن هو شافك مشهور عالسوشيل. او بتعمل انجازات عالسوشيل. ممكن انت شخص فنان. اه شخص انت تعطي نصائح. شخص روحاني. اه ممكن انت تشغل في الصحافة في اه او بتشغل في مسلا اه اه قنوات اليك خاصة. اه انت ترقي عليها دروس اه عبر. في اشي انت مشهور فيه هو شاكك مشهور شخص مشهور مرمو. انا شاف انه هو شافك اكتر اشي على الموقع توصله برقبه. ومعجب بشخصيتك جدا جدا. ازا الشخص هده كراش فهو شافك ان انت تصبح الزوج. وفيك كل السفاب كامل. اقرأتكم حملة. يا سيدي. انا اكتر من هيك حب مش رح احكي لكم يعني هو شاهدكم انه الحب الفائد يعني الحب اللي مشهور. اه هو شافك شخص نظرة عينيك بتجدبه. يمكن انت عينيك يحبيني شوي. طيب شايفك شخص يعني جميك جدا عنيق محب طيب. اه شايفي كل السفات اللي هو بتمنى على هذا الشخص. على هذا الشخص يبضي يجعلك. طيب. طيب خلنا نشوف لشي هو شايفك الهارفن. يعني انا ممكن احتمال تكون فيه بينكو طرف تالت. ما انت دخلت في خطوبك مؤخرا. انا يعني حسي قراءة انها سهلة مش مش صعبة. يعني ممكن انت شاف هاد الشخص متباعد. لكن هو مش متباعد. هو بيغير من نفسه وغير من نفسه هادا الشخص. وهو جايكو. الشخص اللي بخب مشاعره فكرة عنكم. هو هو قصد اللي بخب مشاعره فهدا الشخص اه شايفك انك انت مصلح اجتمالي. يعني انت بتصلح بين الناس بين المشاكل اه انت عندك قيم مبادئ اه انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق. يعني انت عندك الحق بتحكيه وبتلقيه. حتى لو انت حسنا توالعه غلط فتحكيه انا الغلطون. وهو شايفك انك انت شخص اه اه تعرف تفض المشاكل الصعبة. وهو شايفك شخص يعني اه اه ناجح. وشخص قيادي بامتياز. وهو شايفك انك انت يمكن الناس تجي تستشيرك في الروحانيات. يمكن انت شخص بتطب على وجه الناس. هو مرجى بشخصيتك اللي انه انت شخص اه 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 الصراع بسرعة. يعني ازا عندك صراع بتتركه وبتروح او بتخليه على ربنا. يعني انت مؤمن في انه اه في مقولات اه ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير. بحكي لا يا هم عندي ربي كبير. وشافك مؤمن بالله ومؤمن ان ربنا هو اللي بيحللك مشاكلك. انت بتتركها لربنا وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين. بس بتحلش مشاكلك. انت بتتركها لردنا. وهو شاف شخصيتك مريحة جدا 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 جدا. وانه انه الاشي اللي بدك هي انت بتعرف اه اه اطوله وتروح توصله. اه هو شافك انه انه اه يمكن شوي اه بتظهر فرحك. لكن في اشي انت بتظهر هاش. شخصيا انت شويك اه بتحب انه تكون غامض بعض الشيء. يعني انتك شوية غموض يا برج الاسد. وشافك شفاية غامض. فيك شيء غامض. فيك منه من الغموض. او انت اه بتحبس انفاسك لاخر لحظة. وانت بتكون تظهر لانك شخص مرح. وشخص شغوف. وشخص بتعرف الاشي البتك هي تروح تجيبه. او وشافك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك اه بتطلع تحكيه. يعني ازا انت من دائم الاشي بتحكي بتروح بتحكي عمام دائم كزا وكزا وكزا. صريح. وبعض الشيء غامض. يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشافك. وشافك انك انت شخص اه شخص مرح بتحب تضحك اه بتحب الاصدقاء بتحب تحب مساعدة الاخرين. وبتحب تشارك الناس بافراحها. وشافك شخصية اه مرحة. وشافك شخصية مرحة. وكمان شخص ازا حدا اجي حكيه لك سر انت تتكتم عليه. وشافك شخصية يعني هو بيتمنىها وهيك شافك. اه كمان اه خلينا نشوف. عشان هيك الشخص هذا. عفكرة حاس حال انه هو شخص من داخله بده تغيير. هو حاس انه لازم يصير زيك. بالطاقة اللي انت فيها. طاقة المرح والفرح مساعدة الاخرين. حتى لو انت عندك هم. انت بتساعد الاخرين. بتباشر. بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير. بتحكي يا هم عندي رب كبير. فهو بتساعد الاخرين. يعني بتشارك في مساعدة الاخرين. اه بتحل قصص الاخرين. في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك. اه زي بيستشروك. وهو عفكرة الشخص شايف برضه انه في ناس برضه اشخاص حواليك. عن مواقع التواصل. اه عد تعليقات. اه بيكتبوا لك كومنتات اه او بيحاولوا انه يفوتوا معك بصداقة. وشايف انه في حواليك ناس كتير. والشخص هذا هو شايفك انك انتج بدافع. اذا انتجت باكد راح يكون فيه حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر انه يتغير في شيء قرر انه يتغير عفكرة. لما قالولكو انه حياتك العاطفية راح تطلع على مستوى افضل. فانا بحكي لكم هو مفكر في الارتباط ورجوع في الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتب فيكو. وحاسس انه حاسس انه كل شيء كمال وجنال عنده. لكن هو حاسس انه مفتقد الشغف او الغزن في هاي العلاقة. او هو مش هاي العلاقة. نفسه هو شخص مش تاعلة غزنكو. لهيك عفكرة شخص بتواصل معك. الشخص هذا بتواصل معك وبس انتو بتحسوش. عشان هيك انتو بتشتكو الزكريات لورا. بس انت بطاقة منيحة. بس الزكريات منيحة مش زكريات مقيمة او انت تعبا من هاي الزكريات. لأ انت بتحن. مجرد حنين. عندك حنين للماضي. حنين احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا للبعض منكم. احتمال تكون انتو كنتو في زواج وانفصلته. والشخص هذا راح غير عمله. غير اتجاهه لفترة. لحد ما يطلع من مسلا الحزن اللي سببتكو اياه. او الا استنزاف للوقت طبعكو. استنزاف لصحتكو. فحس نفس انه لازم يتغير عشان يسير بالمستوى اللي انتو في. يمكن انتو مستويكو ارقى. اه اعلى يعني يعني كنا طبعا اه اه منختلفش عن بعض المستويات. لكن قصدي انه انت مسلا اه انتك نضوج اكتر في المال في العمل اه شخصية مسلا مرمونكة. اه في اشي في اختلاف بناتكو اه مستويات. تمام انه يكون اه انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو. او العادات والتقاليد. المسافات المدن. تمام انتو من مدينة والشخص هذا من مدينة. لانه شايفك انه عموقع توص عموقع توصد ما كبير. طيب خلينا نشوف اه محتنالكوش العقيدة جماعة. ايه الحوت. العقرب. فقط. الشخصة ده نامنية منيحة. من ناحية لالارتباط. عشان هيك الشخص هذا هو نوع ارتباط. الشخص هذا اشتقلكم. جدا جدا. انا انا فكر فيكم جدا جدا. منيو على ارتباط. وعندنا الهايفن اللي هو الدور. والحمل. اكتمل الشخص يكون هادا برج الحمل. طاقة هواقية اكتر من طاقة القوة مائية. طيب خلينا نشوف شو نوعية. شو قطوة القادمة اتجاه. والشخص هذا ارتباط. عفكر الشخص هذا يمكن غادركو في الماضي. سببلكو الام. وهو بحاول انه ايه يشيل الاعباء الماضي على نفسه. طيب. ايه الشخص هذا نوعية تواصل معكم. يعني كانت تواصل كله طلعت. وهون كانت فيه مكالمة هاتي فيه رح تجيكو. وهون انه الارتباط اه على تطلح رح تطلع لمستوى اعلى. وهون بلولك انت بجيك السلام الداخلي لما تأمن انه فيه حب. فالشخص هذا ما هو يتواصل معكم. لو هي ما يتواصل معكم. ويوضح لكم بالزبط ايش صار معي. الشخص هذا بديوضح فيه شيء بديوضحه. دمال هذا الشخص تركه فجأة على فكرة انتو اتفاجأتو انه ترك تركه فجأة. يعني انتو فكرتو تخلى. هو مش تخلى هو روح يغير شيء ايه اثناء كان معكو في العلاقة هذا الشخص. لما كان معكو في العلاقة ايه كان مش هوش. ايه مخو خربط. فهو غير القواعد عنده. غير قواعد نفسه.